الواحد بيكون آسف لما بينقل خبر شبه الخبر اللي حنقله لحضراتكو دلوقتي منذ قليل فقدت الصحافة المصرية اسم كبير في تاريخها الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير جليدة الأخبار ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق انتقل إلى الرفيق الأعلى منذ قليل إثر إصابته بأزمة قلبية مفجأة البقاء لله وطبعا الأستاذ ياسر رزق من أعلام الصحافة المصرية وكان له دور واضح وكبير في صحافة مصر في خلال العشر أعوام السابقة فبننقل هذا الخبر الحزين الصراحة لجموع المصريين وكل عزاء لأسرة الصحافة المصرية صحافة مصرية فقدت قيمة كبيرة كان رجلا أمينا ومخلصا البقاء لله ويعني الله يرحمه وأيضا يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر